المؤسسات التعليمية تعتبر البيت الثاني للطفل والتي تكون مسؤوليتها تعليم المبادئ الدينية والتربوية والتعليمية الصحيحة وتحويل أهداف الطفل بصورة صحيحة حتى ينشأ جيل واع ومتعلم ومثقف من أجل بناء المجتمع بصورة أفضل ولكن امتلأت المؤسسات التعليمية الليبية بظواهر سلبية لها أثر كبير في سير العملية التعليمية بل منها ما يكون أثره كبير بحيث يصل إلى مستقبل بناء الوطن ولعل من أهم هذه الظواهر المؤثرة ظاهرة العنف داخل المدارس فكما يعرف أهل الاجتماع بأن العنف هو ذاك السلوك الإيذائي والمرتكز على استبعاد الآخر عن طريق الحط من قيمته أو عن طريق تحويله إلى تابع أو بطرده خارج الساحة وذلك عن طريق الإيذاء المعنوي أو الجسدي وهذا ما يلاحظ داخل المؤسسات التعليمية فمن المعلم الذي ينهل بالضرب على طلابه بسبب أو بغير سبب حتى بدأنا نرى بعض الحالات التي أدت إلى أضرار جسدية كبيرة على بعض الطلاب نهيك عن المشاكل النفسية والتي أثرها قد لا يرى إلا بعد أعوام عديدة جاعلا المعلم والذي من المفترض أن يكون قدوة يهتدى به في كل ما هو صالح إلى معلم للعنف وناشر له وكذلك يشاهد داخل المؤسسات التعليمية العنف الذي يكون بين الطلاب أنفسهم والذي يسمى بالتنمر ويكون إما بالإيذاء الجسدي أو اللفظي وله من الآثار ما تتشكل من خلاله شخصية الطفل في المستقبل وأيضا العنف الذي تتعرض له المؤسسة التعليمية من قبل طلابها والذي يظهر على شكل تحطيم للأبواب والنوافذ والكتابة على الجدران وغيرها مما يوحي في كثير من الأحيان إلى حقد مغروس في نفوس الطلاب ضد هذه المؤسسات كل هذه الظواهر والتي تتشكل داخل المؤسسات التعليمية أثرها يرى رأي العين في الشارع خارجها من عنف شديد واحتقار الآخر وغياب لأدب الاختلاف وبعد عن قيم التربية فكيف يمكن التخلص من كل هذه الظواهر؟ وأين هي مؤسسات الدولة الرسمية من كل هذا؟ وهل صارت المدارس اليوم مخرجة للمعقدين النسيين بدل أن تكون مخرجة لبنات المستقبل؟